مرحبا معكم حسون telecommunication and network engineer اليوم سيكون tutorial number 16 لانه بالCST اليوم سنتعلم كيف نخلق complex material كيف اذا بدنا نعمل لها load لفايل بقلب ال complex material او نعمل لها create فاول شيء خلا نفتح template موجود عنا لانه هون مدرين نحدد result اذا بدنا اي او far field او غيره او اي pattern او حتى frequency band احنا همنا هون نخلق بس الماتيريال فبالبعد ما نخلص cst بالموديلينك في عندنا new or edit new material هون بالnew material انا بقدر اخلق الماتيريال اعطيه ال name يلي بده اياه فينا الفولدر new folder او folder 1 نفسه الموجود هون كنورمال تنا نقي انواعه لهال type للماتيريال تنا نطيل ال epsilon والميون غير الكارلر وغيره طيب بالconductivity فينا نطيل ال conductivity المطلوبة منا او magnetic conductivity هون electric هون magnetic يمكننا عنا tangent delta tangent delta magnetic وهون electric في كتير ايش ينغيرهم بالماتيريال بس نحنا همنا نخلق complex فمنفوت عشي اسمه dispersion ال dispersion عنا the electric dispersion و magnetic dispersion ما نلاحظ دايما في electric the electric في magnetic هون بالdispersion model انا اختار ال user كذي electric dispersion list ما نلاحظ خلق عنا هيدا البوكس dialog box هون من حدد الفريقونسي مثلا 5 هون كأنه في فورمولة عبارة عن name part real and imaginary epsilon prime هي للreal plus j epsilon second يعني epsilon second هي للامرجينالي فيني هون ال 5 5 for example هكي انا خلقت the electric complex فيني اعمل load لفايل موجود عندي كcomplex material عمله load هون او اخلق هكي الماتيريال اوكي هون بالmagnetic dispersion كمان فيني اعمل نفس الطريقة حولها لcomplex او تلك موضل او تلك dispersion موضل مثل ما هي اوكي باللاحظ هلأ خلقت عندي الماتيريال complex material اذا نفوت علي مرتين بيطلع عنا الشكل طبعا thank you for watching بتمنى يلي استفاد من هالفيديو يعمل like subscribe to my channel thank you